ورجعنا مشاهدينا مع موعدنا الأسبوعي بصباح الخيري عرب مع نساء رائدات نساء مؤثرات وهي مساحة نحب نسلط الضوء فيها على المرأة السعودية والعربية ونحكي لكم قصص طموحاتهم وإنجازاتهم اللي نفتخر فيها في كافة المجالات واليوم ذفتنا جدا مميزة كلماتها تبعث الأمل في نفس كل امرأة طموحة أما فعلها وأعمالها نفس يعني خلينا نقول هي مو بس امرأة عادي هي امرأة تمت جدا العون لكل امرأة سعودية تريد تحقيق أحلامها وخلينا نتعرف على ضيفتنا أكثر الدكتورة ووفاء رشيد بس قبل ما نخش في الحوار خلينا نشوف التقريدة سو نرجع اشتركوا في القناة دكتورة ووفاء اليوم يعني أنا سعيدة وجودك معنا مشرفتنا ومنورتنا ولما دايما نتكلم عن كلمة تمكين المرأة دايما يمكن في كثير من الأشخاص اللي استخدموها للأسف الشديد في الظهور وفي إنهم يثبتوا نفسهم لكن ما طبقت أنت ما شاء الله حملت هذه الرسالة وطبقتها على أرض الواقع وأنا دايما أقول ما شاء الله عليك حضرتك يعني اشتغلت في مجالات كثيرة ودخلت تحت مناصب كبيرة كيف ساعدك هذا الشيء وكيف قدرت تتحقيقي تمكين المرأة يمكن أنا مكنت عاملتها كأجندة في حياتي أنه أنا راح أشتغل عشان أمكن المرأة لكن دائما الواحد تكون تجربته في الحياة هي انعكاس لشخصه فإحنا كنا عايشين في مجتمع صعب كثير أن الواحد يقدر يظهر فيه بدون ما يمكن نفسه ففي الطريق طبعا أنت لازم تتمكني الناس اللي معاك عشان تتمكني فهو تحصيل حاصل يعني أنا أظن الواحد اللي راح يشتغل على تمكين نفسه بدون ما يمكن محيطه راح يكون أناني جدا وانت دائما قوتك من قوة الناس اللي معاك صحيح وأنا دائما أقول يمكن يعني ما شاء الله عليك حاسة بالناس من خلال كتاباتك ومن خلال أشياء اللي بتكتبها وبتوصلنا بكل صدق وإن كانت بعض منها يكون شوية جريء بس بيلمسنا لأنه مرات نحتاج الصوت هذا اللي يشبهنا يشبه المتطلبات اللي احنا نحتاجها كدهي ساعدك كمان هذا الشيء في كتاباتك ومن خلال تواجدك في كل هذه القطاعات كدهي ساعدك في الكتابة ورؤيتك للمرأة يعني يمكن أنا دائما لما أكتب أحاول أني مو أحاول أتأكد أني أنا أكون حقيقية بسطوري أحيانا تكون قاسية لأنه واقع الحال أحيانا يتطلب مننا أننا نكون يمكن أكثر جراعة في كلماتنا لكن طالما أنت تكتبين عن واقع يلامس الجمهور هو أقصر طريقي من كل الوصول إلى المسؤول وإلى المواطن كذلك ما شاء الله عليك زي ما قلت أنك رحتي قطاعات كتير إيش أكتر قطاع حسيت أنه لا هنا التحدي وهنا الصعوبة وهنا لازم أني أنا أنجز لي أبقى أعمله وبكل بساطة يعني أنجزتي وعملتي شوفي أول شي ما فيه شي يجيب بساطة بس يمكن يعني يمكن أكثر مجال من كل اللي أنا اشتغلت فيه كان فيه تحدي هو مجال التعليم أنا دخلت في مجال التعليم والتدريب قبل يمكن ثمان سنوات فتحت كلية للتصميم نعلم فيها تصميم أزياء تصميم مجوهرات ديكور جميع أنواع التصميم طبعا كانت تحدي كثير في التراخيص في التواجد كمؤسسة تعليمية والتحدي الأكبر كمان أنك كيف تقدرين توصلين أن مهنة التصميم هي من أهم المهن اليوم عالميا سواء Graphic Designers, Jewelry Designers عم يتكلم على Raffles Design Institute, Gaming Designers يعني هي اليوم مهنة التصميم هي ثالث أهم وظيفة في العالم بس قدرتي من خلاله أنك ما كنت المرأة فيه جدا جدا وهذا شيء مرأة حلوصة الحمد لله اليوم أكثر من تقريبا 25% من طلابنا على scholarship على منحة داخلية من شركة التمكين إيش أكثر قسم فيه حسيت أنه كان الأكثر إقبال عليه شوفي إحنا نمر في مراحل أحيانا يكون مثلا تصميم الأزياء هو المتصدر وأحيانا يكون تصميم Graphic Design هو المتصدر مواسم لكن الأغلب هو يعني اليوم إحنا تصميم الدكور الداخلي متصدر لكن هي بين الثلاثة هذول القطاعات بس هي ممكن أقول الرقم واحد هو التصميم الأزياء كنت بقرأ لك هذه المرة لقاء فقلتي أنه طريقتي في التفكير أتغيرت لما كبرت وانت ليست صغنطوطة ونقولها كل سنة وانت طيبة ونعاد عليك أنا عافنك برج الحوت ونعاد عليك يا رب الصحة وسعادة يا رب خليك تسلمي خبيب كيف نظرتك تغيرت؟ هل هي نظرت تفاؤل؟ نظرت أنه اليوم المرأة فعلا سارت واعية؟ ولا لا هي لازالت في تحت تحديات وتحت ضغوطات ولازم أنها تكون أكثر قوة شوفي أنا مني من النوع اللي أشتغل بضغوط يعني أنا دائما حتى أحيانا يستغرب اللي حواليدي تكون في أصعب التحديات اللي تمر أنا دائما أخذ الموضوع أنه خيرة وأنه دائما أنه أكيد ربك يعني يوقف هذا الشيء عشان يجي شيء أحسن فأكيد تجيكي أشياء أنا سميها تحديات ما هي إحباطات فسبحان الله يعني ربي يأخذ شيء ويعوضك بشيء ثاني والمهم أن الواحد دائما يكون مركز على الحق والهدف اللي أنت عليه وبتوصلين يعني هي ما في سر للنجاح هو عمل جاد ومجهود حقيقي وأنا دائما أقول ربنا ما يضيع مجهود أحد بيعمل مجهود من قلب ونية وصافة أكيد حيوصل كيف تشوفي دعم المرأة للمرأة دكتورة وفا يعني شوفي فيه زي ما المرأة آخر اليوم بشر يعني زي ما فيه رجال يدعمون رجال فيه نساء يدعمون نساء وفيه نساء يحربون نساء لكن آخر واجهت الاثنين نساء يدعمون نساء واجهت يعني أنا صراحة لأن الناس اللي يعني فيه غيرة تكون إيجابية فأنا دائما أوظف هذه الأحاسيس اللي ممكن تكون حواليني أقول خليها يمكن تكون تتحول إلى منافسة إيجابية أو غيلة إيجابية لعلهم في يوم يعني يتغير هذا المنطق إلى شيء ننهض فيه ما شاء الله عليك كسيدة أعمال وكشخصية ولي يعرفك عن قرب يعرف أنه كنت أبدا ما تقبل الخسارة كيف كيف مع الخسارة تقبليها؟ شوفي أنا دائما أقول اللي بيشتغل لازم يكون مستعد للخسارة لكن أنا باسي قوي يعني أنا أنا ما حب أنكسر ولا حب أخسر أحاول أحاول قد ما أقدر أني أنا يعني أرجع ياخذ وقت تخسرين في الطريقة أكيد أكيد أشياء يعني ممكن تخسرين فلوس ممكن تخسرين وقت ممكن تخسرين وقت يعني صحتك كمان لكن مع الوقت كل شيء يتعوض بس المهم أن الواحد يكون المهم أنه ما يستسلم ولا يحبط يعني يمكن فيه كثير فتيات وسيدات مقبلات على المشاريع إيش نصيحتك لهم إيش تحب يتواجه لهم كلمة لأنه يمكن فيه سيدات لسه ما جربوا سوق العمل فيحبطوا زي ما قلت هو المفضل يكون بالعكس دافع لهم إيش أهم الأشياء أو العنوين اللازم يكونوا حطينها في بالهم يمكن أول شيء أقول لهم أن الواحدة لازم تشتغلين على نفسك ما في شيء يجي بالفهلة أو بالشورتكاتس إن الواحد والله أنا يعني راح أتشيطر على السيستم فلازم الواحد يشتغل على نفسه ثاني شيء لازم يكون مستعد أنه يخسر ثالث الشيء لازم يكون ما يغامر ما يغامر وبنفس الوقت ما يكون متحفظ زيادة على اللزوم لازم تصرفين فلوس عشان تسويين فلوس لكن دائماً خلي عينك على الميزانية وخلي عينك على مصرفاتك أنها تكون مقننة واشتغلي على نفسك خليك في حالة تطور مستمرة عشان تواكب السوق وتواكب التطورات الموجودة كنت أنا ما أجوا في كتاباتك فكنا بنتكلم على الكتابات إنه قد إش هي توصل الناس وكتاباتك قد إش هي بتلامس الناس ومنها اللي هي الجريء بس في نفس الوقت هادف واجتماعي كيف هذا الميكس كيف قدرت تعمليه مع بعض لأنه أنت بتكلمي على عدة أشياء في وحدة هذا الشيء اللي يميزك أنا أظن الواحد لما يكون قلبه على بلده وجذوره ضربه في الأرض وهو مقتنع أنه خسارته من خسارة محيطه فيكون دائما عاقل حتى لو انتقد هو اللي لفت النظر بس مش للطعن ولا للضعب فلازم يكون الواحد موضوعي وبناء ودقيق وهذا الشخص المتقف أكيد هذا هي الشريحة الأكبر اللي بتتابك اللي تعرف إن كنت اللي بتتكلم تتكلم من باب الغيرة على المجتمع وعلى الوطن وكل هذا أنا سعيدة في وجودي أنا أسعد شكرا لوقت لكم ممكن تكلمنا عن خسارات كثيرة لكن أنت مكسب لنا وللوطن يا حبيبة يعطيك ألف عفو والله يأتيك العافية شكرا لك